اهلا بكم وحلقة جديدة من استوديو الصحافة ونقرأ سويا اهم ما جاء في الصحف المصرية الصادرة يوم الجمعة 29 يونيو 2012 29 يونيو 2012 خامس ايام الرئيس المنتخب محمد مرسي محمد مرسي جاء يوم الاحد الماضي رئيسا منتخبا لمصر ومعه بدأت الحياة تتغير في مصر وبدأت الشائعات تنهال يمينا ويسارا وبدأت التخويفات تتناصر هنا وهناك الصحافة حاولت ان تكون محايدة ان تنقل ما يدور في الصدور وما يحدث على السطح وما يدور على ارض الواقع وبخاصة في قصر الرئاسة دكتور محمد مرسي حتى الان لم يحلف اليمين ولم يتحدد اين ومتى سيحلف اليمين ليصبح فعليا رئيسا للجمهورية قبل ان نتحدث عن ما جاء في الصحف اقول لكم ان هناك سيل من الشائعات يتناصر هنا وهناك وهو ما يدور في البيوت وما يدور في الصدور وما يدور في الازهان دون شك ان هناك تخوفات هناك من يقول التربية والتعليم يريدها السلفيين هناك من يقول ان هناك منشورات توزع في مرسى مطروح تقول لا تسمعوا اغاني ولا تشاهدوا كرة قدم هناك شائعات تتردد الفلسطينيين يشترون اراضي في سيناء وهناك من يقول الاخوان يريدون كوتا في الجيش والشرطة وقطاع كبير وبخاصة من السيدات يؤكدون ان هناك من يريد ان يتدخل ويفرض عليهم الحجاب او اللباس المحتشم ايضا اهل الفن يقولون ان هناك من سيفرض قيودا على الفن والمخرج مجدي احمد علي النهاردة بيقول محمد مرسى انت رئيس دولة مدنية والاولى ان تغير انت افكارك وسط ذلك كله هناك من يؤكد ان من نافقه مبارك ينافقون مرسى الان فقد جاء الرئيس مبارك الى الحكم وهو يردد الكفن مالوش جيوب وقبل ان يغادر الحكم كان يصرخ للمصريين ويقول اجب لكم منين وهو كان معه المليارات في الداخل والخارج وسط كل هذا السيل من الحقائق والشائعات حاولت الصحافة المصرية الصادرة غدا الجمعة ان تلملم كل ما يدور في المجتمع المصري وما يدور في قصر الرئاسة وبعيدا عن قصر الرئاسة سواء في التحرير او في المحكمة الدستورية او في امتحانات السنوية العامة او ملاعب كرة القدم الاوروبية والعربية والمصرية نبدأ سويا من جريدة الاخبار جريدة الاخبار في صدر صفحتها الاولى بتقول ازمة اليمين تعرقل تسليم السلطة في موعدها غدا قضاة الدستورية رفضوا الانتقال خارج مقر المحكمة واتصالات جارية لانهاء الخلاف الاعلان الدستوري اللي صدر قبل ان يجلس او يتم انتخاب دكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية نص على ان الرئيس المنتخب يحلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها اعلى مصدر تشريعي في الدولة المصرية في ظل حل البرلمان المصري من حق رجال محكمة الدستورية ان يلتزموا بالقانون والدستور ولكن امام دكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب مشكلة وهي انه وعد قبل ان يتم انتخابه بانه سيحلف اليمين في ميدان التحرير او امام مجلس الشعب في حالة عودته والمطالبة بعودته وده اللي بيطالبه به الموجودين في ميدان التحرير هناك مفاوضات ان هو يتم حلف اليمين في قاعة المؤتمرات او يتم حلف اليمين امام نخبة من البرلمانيين ومن القوى السورية في القصر الجمهوري وما الى ذلك من حلول المحكمة الدستورية بتصر بالالتزام بالقانون وانا شخصيا شايف ان اصرار المحكمة الدستورية هو اللي هينتصر ودي اول المعارك اللي هتكون للقانون وللمحكمة الدستورية مع حالة الفوضى اللي انا شايفها غير خلاق ما فيش فوضى طول عمرها خلاق دايما الفوضى غير خلاق فمدام التزامنا بالصناديق والتزامنا بنتيجتها مفروض نلتزم بباقي ما اقر القانون وهو مكان حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا خاصة وان القضاء المصري رفع له العالم باسره القبعة في الداخل والخارج وفي كل مكان جريدة الاخبار ايضا بتتحدث عن ما جرى اليوم في القصر الجمهوري لقاء دكتور محمد مرسي مع رؤساء التحرير وقادة الاحزاب وحتى عنوان رئيسي بتقول لا اخوانا لاجهزة الدولة الجماعة ستوفق اوضاعها بالقانون ولغة الصدام انتهت من قاموس العمل السياسي وبقية العنوان بتقول على لسان دكتور محمد مرسي انا ملتزم بالدولة المدنية وحماية الابداع وارحب بالانتقاد حكم الدستورية حول مجلس الشعب واجب الاحترام والكلام عن كنيفية وتوقيت تطبيقه امر سيتم مناقشة اخوانة اجهزة الدولة ده اول مخاوف لكل المصريين ان يبدأ الاخوان باحتلال جزء صغير ومن هذا الجزء الصغير يتم الانطلاق لباقي الاجزاء والاهم هو مفاصل الدولة والمقصود بمفاصل الدولة هو الجيش والشرطة لحد دلوقتي كل متنبه كل القوى السورية تعي ماذا يدور في الكواليس وماذا يدور على السطح واعتقد ان القوى السورية اللي نجحت في ازاحة نظام عمره 30 سنة قادرة ان تطبط باقي اجهزة الدولة بما يتوافق مع مزاج الانسان المصري الانسان المصري اللي عاش في وسطية ان هو يحترم كل الاطياف يحترم كل العقائد ويحترم من اهم من ده الابداع والفن والثقافة محدش يتخيل مصر ابدا بدون ادب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم من عظام الادباء محدش يتخيل مصر من غير ام كلسوم وعبد الوهاب محدش يتخيل مصر من غير هذا التنوع الثقافي والحضاري الجميل الذي وضع مصر في مرتبة كل العالم ينظر اليها بكل اجلال واحترام لو انتقلنا من الاخبار وبصينا على جريدة الجمهورية اهتمت ايضا بلقاء دكتور محمد مرسي مع رؤساء التحرير وجات عنوانها هي والاهرام متشابهة بتقول لا تجاملوني ورحب بالنقد مهما كان لاذعا المرحلة دقيقة لابد من تغليب مصلحة الوطن جريدة الشروق نفس الحكاية اتكلمت عن لقاء دكتور محمد مرسي مع رؤساء الاحزاب وبتقول في صدر صفحتها لا اسماء لا ترشيحات والمقصود بلا اسماء ولا ترشيحات هو الحديث الدائر عمن يكون رئيس وزراء مصر القادم من هو رئيس وزراء مصر القادم؟ هذه الاشكالية هذا الموضوع يشغل بال الكثير من المصريين في الحقيقة هناك اسماء كثير ترددت وتم نفي اسماء البعض وهناك اجماع على ان يكون فاروق العقدة رئيس البنك المركزي هو رئيس وزراء مصر القادم بعد ان اكد دكتور البرادعي ان مش في نيته ان هو يقبل منصب رئيس الوزراء الرئيس يطالب رؤساء الاحزاب بدعم وثيقة الازهر وحزف مصطلحات التصادم والتخوين احنا لازلنا مع جريدة الشروق وعندها كمان مهتمية بازمة اليمين الدستورية مستمرة قضاة الدستورية مصرون على حضور الرئيس الى المحكمة واقتراح باداء القسم بجامعة القاهرة في حضور ممثلين عن الشعب جريدة الشروق كمان حاولت ترجع خطوة للخلف وهو ما جرى في الانتخابات وعمل حوار مع حاتم باجاتو بخصوص اسرار العملية الانتخابية فبيقول حاتم باجاتو انسحبت من وضع قانون الانتخابات لعدم دستوريته بيتكلم عن قانون انتخاب مجلس الشعب وفي صفحة 11 الحوار بيحتل مساحة كبيرة جدا وقال حذرت من حل البرلمان منذ عام ولم يستجب احد وبيسجل شهادة للتاريخ ان العسكري بيقصد المجلس الاعلى العسكري كان ينوي اجراء الانتخابات التشريعية في يونيو 2011 لكنه اخطأ بالاستجابة للاحزاب انهم طلبوا بان تكون الانتخابات قبل الدستور وبيقول كمان عارضت القائمة فاتهمت باني فلول والدستور اولا اهضرت خمس شهور من عمر مصر وفي الحقيقة مش بس اهضرت خمس شهور من عمر مصر لا اهضرت اهضرت كتير قوي احنا لازلنا لحد دلوقتي مش عارفين احنا رايحين فين الدستور هو الاهم مش الرئيس ولا سلطاته ولا اعلانه الدستوري الدستور وسيقة التعاقد ما بين المواطن والدولة ما له وما عليه ما هو شكل الدولة ما هي طبيعتها ما هي تكوينات وما دوبنا بنتكلم عن الدستور فتعالوا نشوف جريد الدستور في عددها يوم الجمعة وبصراحة كده هو الدستور قالت كل اللي بيدور في صدور عدد ليس قليل من المصريين في رفضهم للرئيس مرسي مرسي رئيساً جريد الدستور في عددها بكرة ونحن ننقل ما جاء فيها ونقرأه عنواناً عنواناً وحرفاً حرفاً حرفاً حتى يشعر الجميع أننا نقول كل ما يدور لا ننحاز لطرف على حساب طرف آخر ولا نخفي رأسنا ولا نجامل ولا ننافق زي مقطع كبير قوي بدأ يغير جلده ويغير له الدستور بتقول استمرار مرسي رئيساً أمر صعب العنوان الثاني مرسي قد يصلح رئيساً للجماعة ولكنه لا يصلح أن يكون رئيساً لشعب مصر حالة من الاكتئاب والخوف والفزع تسيطر على الشعب بعد حكم الجماعة ولكننا نؤكد أن الشعب هو المسؤول عن هذه الجريمة لأنه لم يذهب إلى صناديق الانتخاب وذهبت الجماعة بأكملها وانتخبت مرشح الجزئية دي أنا متفق مش أنا المتفق لأ صندوق الانتخاب هو اللي بيقول كده لأن اللي انتخبه دكتور محمد مرسي 13 مليون واللي انتخبه الفريق أحمد شفيق 12 مليون وكسور هنا وكسور هناك يعني 25 مليون من لهم حق الانتخاب 50 مليون والمواطنين مصريين حسب آخر إحصاء 90 مليون ففين الخمسة وعشرين مليون التانين اللي ليهم حق الانتخاب وإذا جماعت من لم يذهبوا الانتخاب ومن اختاروا المرشح الآخر فيجب أن يلوم من تقاعسوا عن الذهاب إلى الانتخابات ولم تعجبهم النتيجة أن يلوموا أنفسهم والفرص القادمة أكثر ولم يتغير شيء في مصر حتى الآن وما دمنا في مرحلة ديمقراطية فالصناديق موجودة والانتخابات القادمة كثيرة هناك برلمان وهناك محليات وهناك استفتاء على دستور وهناك أيضا رئاسة أخرى قادمة إلى آخره فيجب أن يعي كل مصري لم تعجبه نتيجة الانتخابات أنه قادر كل واحد قادر لوحده أنه هو يغير شكل مصر بقيت عنوين جريدة الدستور بتقول المعركة الحقيقية مع الجماعة هي الدستور وليست الرئاسة فإذا نجحت في السيطرة على الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور فعلى المسلمين أن يرحلوا قبل الأقباط إذا نجحت الجماعة في تعديل مناهج التعليم بطريقتهم فسوف يتم تصنيف مصر كدولة إرهابية بعد أقل من عشر سنوات العلماء والمثقفون والمفكرون والمبدعون يضحقون ويسألون كيف يتم حكم مصر بمجموعة أمضت حياتها في السجون والمعتقلات من أجل معتقدات الجماعة الفكرية وليست معتقدات سياسية أو وطنية بتكمل الدستور وكيف سيتم تسليم البلاد لهم بوزاراتها السيادية وغير السيادية وهم لا يعلمون شيئاً عن إدارة البلاد والعلاقات الدولية والإقليمية وكيف سيتم الحكم بالحق والعدل مع مجموعة فاشية سادية الدستور بتكمل إسرائيل تستعد لضرب غزة واحتلالها بعد فوز مرسي بالرئاسة فهل سيتم تنفيذ مخطط الجماعة وفتح المعابر للغزاوية وحماس لاحتلال سيناء وذلك بعد ضرب غزة ولمن سيكون القرار بفتح هذه المعابر لوزارة الخارجية التي تحمل حقيبتها الجماعة أمن الدفاع والأمن القومي آخر منشط للدستور السورة قادمة بدأت بالفعل من أبو كبير أبو كبير دي قرية في الشرقية وهتف الشعب ضد الإخوان يسقط يسقط حكم المرشد وذلك بعد أن قام أربع ملاثمين بقتل وتمزيق شقيقين بالرشاشات أمام مرأة ومسمع من الناس بسبب حضور راقصة في فرح فدخلوا وقالوا هذا فسق وفجور دي جريدة الدستور وكل اللي قالته على عهدتها وعلى زمتها وكل اللي قالته بيدور في أزهان الناس الكل بيقولوا وكل عنده تخوفات وبيحاول دكتور محمد مرسي في كل لقاء ومع كل جماعة أنه هو يطمئن بأنه لن يتغير شيء في شكل مصر وأن مصر ستبقى دولة مدنية وهنا هو في الشروق لو رجعنا للشروق وناخد كلام دكتور محمد مرسي في لقاءه مع عدد من المثقفين والسوار اللي التقاهم النهاردة والأنديل زملنا في الشروق بيكتب مشاغبون في القصر الجمهوري دكتور محمد مرسي بيقول هنا هو إنه يشعر بالإهانة والجرح حين يتصل به مسؤول غربي مهنئا بفوزه ثم يقول له إنهم مطمئنون أن حقوق الأقباط لن تمس أثناء حكمه معتبرا أن العبارة الأخيرة ربما تحمل نوعا من القلق والتشكك من جانب المهنئين في وضع الأقباط في ظل حكم رئيس قادم من جماعة الإخوان المسلمين وحسما للجدل شدد مرسي على أنه حريص على التطبيق الكامل لكل ما أعلنه في حملته وبرنامجه لانتخابي من أن الأقباط إخوة متساوون مع أشقائهم المسلمين لهم الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات نفسها على أساس من المواطنة المتساوية الكاملة ده كلام الرئيس المنتخب دكتور محمد مرسي لكن احنا بنفكروا أن جماعة الإخوان المسلمين بالفعل موجود في حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي ليها أن نائب رئيس الحزب هو مواطن مسيحي بروتستانتي هو رفيق حبيب وأعتقد كل اللي بيسمعونا وكل اللي امتابعين لنشاط الحرية والعدالة والنشاط الانتخابات البرلمانية أو غيرها لم نجد السيد رفيق حبيب أي وجود حقيقي في أرض الملعب السياسي ونخشى أن يتم انتخاب نائب قبطي ويكون بنفس الغياب ونريد بالحق أن نرى دولة مدنية أن لا تمس حقوق أي مواطن مصري بصرف النظر عن انتماؤه أو عمله أو نشاطه أو اتفاقه مع فكر الرئيس المصري أو اختلافه مع فكره ففي النهاية الجميع له حق في هذا الوطن والجميع عليه نفس الواجبات وما دامت عليه نفس الواجبات فهو له كل الحقوق متساوية لو عدنا لجريدة المصريون المصريون اهتمت برئيس الوزراء القادم وبتقول في صدر صفحتها الأولى ارتفاع أسهم العقدة في برصة المرشحين لرئاسة الوزراء وبتقول بعض الأسماء المرشحة أن تحتل مقاعد وزارية بتقول أيمان نور وسيف عبد الفتاح ونفعة وغنيم وإسحاق وبسعدة وجميل اسماعيل وابو القمصان على قائمة المرشحين للتشكيلة الوزرية ولو نلاحظ أن المجموعة المذكورة للتشكيلة الوزرية بالفعل بتضم أطياف مختلفة من المجتمع المصري أيمان نور كل عارفه النشط السياسي واللي كان رئيس ولازال رئيس لحزب الغد ودكتور حسد نفع أستاذ العلوم السياسية والغنيم النشط السياسي وأحد من قادوا ثورة يناير وطبعا دكتور جورج اسحاء وجميل اسماعيل وابو القمصان المجموعة دي لو فعلا تم اختيارها فهي قادرة أن تقدم وزارة تمثل أطياف مختلفة من المجتمع المصري جريدة المصريون كمان بتتكلم عن مليونية الغد اليوم الجمعة مليونية المطالبة بتسليم السلطة ومسيرة إلى الرئاسة لدعم مرسي مشاركة واسعة من الإخوان والنور والجماعة الإسلامية وستة إبريل والوسط وغد الثورة بينما بينكم كده بعد ما تم انتخاب دكتور محمد مرسي وجلوسه على كرسي الحكم في قصر الرئاسة أنا شايف أن التواجد في التحرير والثورة والثورة أو ما يسمى باسم الثورة هو الهدف منه مزيد من الضغط والضغط لتحقيق مزيد من المكتسبات أنا في رأيي أنها مكتسبات تأتي على خلفية الانحياز لصالح فصيل من المجتمع المصري على حساب كل المجتمع المصري بعد 16 شهر من اندلاع ثورة يناير أعتقد المجتمع محتاج أنه يتنفس الصعداء محتاج أن الكل يشتغل محتاج أن احنا نشوف إزاي هنبني مستقبل مصر سواء جلس دكتور محمد مرسي على كرسي الحكم أو شك الوزارة موجود فيها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين أو من أطياف المجتمع المختلفة إلى أنه كل مصري عاوز أن مصر تستمر الحياة فيها بشكل عملي ندور على مشاكلنا وندور على مصالحنا بدلا من أن نكتشف جميعا أننا نضيع مصر بأيدينا نظل في خلافات والخلافات لا تنتهي ولن تحسب أي خلافات سياسية لصالح فريق على حساب فريق آخر سواء بثورة أو بضغط أو أو بلي عنق واقع المجتمع المصري خلاص يعني صورنا بما يكفي صورنا بما يكفي وانتخبنا بما يكفي وضيعنا ما يكفي من الوقت نشوف بقى نشوف مستقبلنا الاقتصاد يعني انتعشت البورصة يومين ثلاثة لما شمت ريحة الاستقرار تعالوا نواصل نبني مصر نلتفت لما يحاك في الداخل والخارج من اجل ان تعم الفوضى في ربوع مصر والحمد لله يعني رغم كل السلبيات اللي بيتكلم عنها البعض في العملية الانتخابية في عزوف البعض الى ان اهم ايجابية حدثت هو ان يوم الاحد اللي كل كان خايف منه على دم المصريين انه مر بسلام ولم تسل قطرة دم مصرية واحد لو جينا نبص على اهم ما هو موجود ايضا في الصحف المصرية الصادرة في يوم الجمعة 29 يونيا هناخد بالنا انه موجود في المصريون الحكم بالسجن المشدد لسامح فاهمي وزير البترول السابق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم خمستاشر سنة لكل منهما في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والحكم ده يعني اراح الكثير من المصريين فليس من المعقول ان هناك ازمة انبوبة بتجاز والغاز يصدر لاسرائيل هذا الحكم نتمنى ان يكون هو الفيصل في هذا الموضوع من الاخبار اللي اهتمت بيها الصحف المصرية اخبار كرة القدم طبعا ردود الفعل السعيدة في اسبانيا بعد فزها على البرتغال وفي نفس الوقت الحزن البرتغالي على تخلف منتخبهم من الصعود لنهائي اليورو افراح في اسبانيا واحزان في البرتغال وكريسيان ورونالدو بيقول انا عملت اللي علي لكن الحز ما كانش في جنبي لكن بنقول هي دي كرة القدم وفيها هازم فيها مهزوم وفيها فائز ونتمنى ان احنا نشوف نهائي قوي ونتمنى كمان لمنتخبنا الوطني اللي بيخود النهاردة مباراة جديدة مع منتخب افريقيا الوسطى نتمنى له التوفيق والصعود الى المرحلة التالية في تصفيات كاس العالم انا بعشق استاذنا استاذ احمد رجب النهاردة في نص كلمة استاذ احمد رجب بيتساءل وبيقول اطالب مرة اخرى سلطات التحقيق ببيان يشرح لنا من الذي يقوم بتهريب الاسلحة الحربية الثقيلة من ليبيا الى مصر وضد من سوف يتم استعمالها ان التعتيم على التحقيقات طال زمانه ولا ادر الحكمة منه على الاقل قولوا لنا من هو وماذا قالوا في التحقيقات وضد من سوف تستخدم هذه الاسلحة الحربية هل هي لحساب دولة خارجية ام لحساب اشخاص في الداخل ولأي غرض تدفع ملايين الدولارات ثمنا لصواريخ مضادة للدبابات والطائرات ومدافع ميدان وصواريخ عابرة للمدن اليس من حقنا ان نعرف كمواطنين المؤامرات التي تحاك ضدنا طبعا يا استاذ احمد كلنا بنضم صوتنا لصوتك وعاوزين نعرف كل الاسلحة دي جاية جاية مين واتستخدم فين واتستخدم ضد مين صديقنا استاذ عمر سليم في جريدة الشروق كالعادة عامل كاريكاتير جميل قوي بيقول فيه واحد قاعد بيكتب هو مش محدد هو مين بيقول مرسي 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 هو 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 وبيقول في التعليق فوق اللي يتجوز أمي هقوله يا وشاطب كلمة حسني وبيقول مرسي لأن فعلا بدأت حملة من حملة المباخر يعد دولنا في محاسن الرئيس المنتخب دكتور محمد مرسي رغم أن الرئيس المنتخب دكتور محمد مرسي لم يجلس حتى الآن على كرسي الحق وإحنا بنتصفح كل ما يحدث في الوطن من خلال الرؤى المختلفة للصحافة المصرية بكل ما فيها من تنوعات كل نقدر نقوله لكل المصريين ما تخافوش كل نقدر نقوله لكل المصريين أنتوا أقوى من أي حد يحاول يغير من طبيعتكم مصر هزمت العديد من القوى الاستعمارية وقادرة أن تواصل وهي مرفوعة الرأس مسيرتها لتبهر الأمم بحضارتها بثقافتها بالمواطن المصري اللي تحت جلده سبعة تلاف سنة حضارة واللي تحت جلده سبعة تلاف سنة حضارة ما يخافش من أي حد لحد هيقدر يغيره ولا حد هيقدر يخليه يعمل اللي هو مش مقتنع به نلتقي غدا وحلقة جديدة من استوديو الصحافة ومصر أفضل مصر أحسن حرية الصحافة فيها مصونة وحرية كل مصري فيها مصونة والمصريين قادرين في كل لحظة يدفعوا عن بلدهم يدفعوا عن حريتهم يدفعوا عن كرمتهم عاشت مصر حرة مستقلة أبيا نلتقي على خير شكرا شكرا